السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي الطلبة في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعوني بكم أنا الأستاذ أحمد الطيف في هذه الحصة الثانية من درسي المثنى والملحق به الموجه لطلبة الصف الثامن الفصل الدراسي الثاني منهج سلطنة عمان في هذه الحصة سوف نعمل على تحقيق الأهداف التالية أهداف الدرس من المتوقع نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يتذكر مفهوم المثنى وطريقة سياغته يسترجع ما يلحق بالمثنى من علامات إعراب في حالات إعرابية مختلفة ينجز تطبيقات متنوعة دعونا ننطلق من تمهيد بواسطة الفيديو التمهيد شاهد مقطع الفيديو ثم عبر عنه في فقرة قصيرة مستعملة سيغة المثنى بعد مشاهدة هذا الفيديو القصير دعونا الآن نمره إلى صياغة الفقرة مع توظيف المثنى والملحق به يؤدي الشابان رقصة البرعة العمانية مرتديين دشداشتين وحاملين خنجرين يدلان على انتماء كليهما إلى الثقافة العمانية العريقة إذن لو تأملنا في هذه الفقرة ماذا سنجد؟ سنجد أولا وجود عبارة الشابان وجود عبارة دشداشتين وجود عبارة خنجرين وجود عبارة كليهما إذن هذه العبارات كلها تدل على المثنى وهنا نسترجع تعريف المثنى ما هو المثنى؟ قلنا أنه اسم يدل على اثنين أو اثنتين بإضافة ألف ونون في آخر دي إذا كان في حالة رفع وإضافة ياء ونون في آخر إذا كان في حالتي النصب والجر وهنا تلاحظون في عبارة الشابان أضفنا ألف ونون في عبارة دشداشتين أضفنا ياء ونون لأنها في محل نصب خنجرين كذلك في محل نصب أضفنا ياء ونون كل هذه العبارات تدل على المثنى أما العبارة الأخيرة وهي كليهما فهي ملحق بالمثنى وقد ظهرت عليها علامة إعراب المثنى وهي ال بطبعا لأنها اتصلت بضمير متصيل نمر الآن إلى التطبيقات الواردة بالكتاب المدرسي النشاط الأول صفحة 74 أعين المثنى والملحق به فيما يأتي عندما يطلب مني أن أعين شيئا ما أي أن أحدد موضعه إذن المثال الأول قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان إذن المثنى هنا وعبارة جنتان نعم جنتان هو المثنى في هذا السياق وتلاحظون أن علامة الإعراب فيها الألف لأنها في موضع رفع ولماذا هي في موضع رفع لأنها مبتدأ مؤخر فأصل الجملة جنتان لمن خاف مقام ربه أمر إلى الجملة الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي إذن أين هو المثنى هنا؟ نعم هو عبارة عيناني عين مع عين إذن نتحدث عن عينيني وهنا تلاحظون عيناني علامة إعرابها الألف لأنها في موضع رفع أو في حالة رفع وهي مبتدأ المثال الثالث قال أبو الفضل الوليد مثل عصفورين عشنا في الحمى وتناجينا صباحا ومساء إذن نعم عصفوريني هو المثنى في هذا السياق وعلامة إعرابه الياء لأنه في موضع جر المثال الرابع قال محمد عبد المطلب على خير ما يعلى الفتى من مناقب بناها له من قبله أبواني أين هو المثنى في هذا المثال؟ نعم أبواني وهنا لا نتحدث عن مثنى أصلي وأنا نتحدث عن ملحق بالمثنى لأن كلمة أبواني ليس لها مفرد من لفظها لكنها اشتركت مع المثنى في بعض الخصائص ومنها الألف والنون وعلامة الإعراب التي تلحق بهذه العبارة المثال الخامس قال أبو الحسن التهامي شيئاني ينقشعاني أول وهلة ظل الشباب وخلة الأشرار نعم شيئاني إذن هذا هو المثنى وعلامة إعرابه الألف لأنه في موضع رفع قال أبو المعالي الطالوي وقضى بحق في الرعية سالكا بهم طريقا سنها العمراني العمراني نعم هي المثنى المثال السابع قال أحمد بن علي بن مشرف ثنتاني كلتاهما للود جالبة صبر جميل وكف يبذل المال نعم لدينا ثنتاني ولدينا نعم أحسنتم إذن لدينا كذلك كلتاهما إذن وهنا عبارتاني من الملحق بالمثنى ثنتاني وكلتاهما وعلامة إعرابي كلتاهما إذن هي الألف لأنهما في محل رفع المثال الثامن قال محمد آل حيدر يشمر للعلي عن ساعديه يشيد للورى علما ودينا أين هو؟ نعم ساعديه ساعد وساعد إذن هنا ساعديه هي المثنى وتلاحظون أن علامة إعرابها الياء لأنها في موضع جر سبقت بحرف جر عن نمر الآن إلى النشاط الثاني أثني الكلمات الآتية مع مجموعة ثم نضعها في جمل مفيدة طلب مني ماذا أن أفعل؟ أن أثني أي أن أجعل هذه الكلمات المفردة كلمات في سيغة المثنى ثم أصوغ بها جملة كاتب قرية أخ يد فلاح وقد تخيرت أن أجيب عن هذا النشاط في شكل جدول بسيغة الورد الكلمة الأولى كاتب كيف نسوغ المثنى؟ إذن سأكتب المفرد كاتب وماذا سأفعل بعدها؟ مع ألف ونون أو ياء ونون فما هي الكلمة التي سنتحصل عليها؟ نعم كاتباني وهذا هو المثنى إذن نضع المفرد ثم نضع معه ألف ونون فتصبح كاتباني إذن كاتباني هي المثنى لكلمة كاتب دعونا نسوغ جملة بهذه الكلمة إذن راجع راجع الكاتباني ماذا؟ راجع الكاتباني قصتيهما نعم تلاحظون إذن كلمة الكاتباني كلمة في المثنى علامة إعرابها هنا الألف لأنها في موضع رفع هنا فعل هنا الكاتبان فاعل وقصتيهما كذلك هنا كلمة في المثنى وعلامة إعرابها الياء لأنها في حالة النصب باعتبارها مفعولا به الكلمة الثانية قرية قرية إذن سأكتب التامة فتوحة هنا لأنني سأضيف لها ألف ونون نعم هنا ألف ونون فماذا سوف تتحصل على نعم قريتاني وهكذا إذن تحصلنا على المثنى من كلمة قرية نمر الآن إلى صياغة جملة بواسطة هذه الكلمة فأقول رأيت القريتين من أعلى الجبل فهنا تلاحظون كلمة القريتين هي المثنى وعلامة إعرابها الياء لأنها في موضع نصب مفعول به أخن سأكتب أخن وأضيف إليها ألف ونون على ماذا أتحصل إذن ألف ونون هنا نلونها على ماذا أتحصل أخاني لا أضيف ألف ونون فقط وإنما سأضيف أيضا هنا أخواني لأن هذه الكلمة من الأسماء الخمسة نسأغ جملة بهذه الكلمة الأخوان الرحباني عازفاني ماهراني الأخوان الرحباني عازفاني ماهراني إذن الأخوان هي الكلمة في المثنى وعلامة رفعها الألف باعتبارها في حالة رفع مبتدأ نمر إلى الكلمة الموالية يدن يدن نعم يدن سنضيف إليها ألف ونون فتصبح يدن أو يدين بذلك إذن أكون بها جملة رفع المؤمن يديه إلى السماء طالبا الفرج إذن يديه الكلمة في المثنى وتلاحظون أنها في موضع نصب وظهرت عليها الياء باعتبارها في حالة نصب مفعل به الكلمة الموالية فلاح فلاح إذن سأكتب كلمة فلاح هنا مع ماذا؟ مع ألف ونون فنتحصل على فلاحان وهكذا تحصل على المثنى من كلمة فلاح الجملة زرع الفلاح فلاحان الأرض قمحا إذن تلاحظون كلمة الفلاحان في المثنى وطبعا في علامة إعرابها الألف باعتبارها في موضع رفع فاعل أما الآن فنمر إلى النشاط الثالث من الكتاب المدرسي صفحة أربعة وسبعين النشاط الثالث أستخدم كل كلمة من الكلمات الآتية في ثلاث جمل بحيث تكون في الأولى مرفوعة وفي الثانية منصوبة وفي الثالثة مجرورة الكلمة الأولى كلا الكلمة الثانية أبواني الكلمة الثالثة القمراني وتلاحظون أن كل هذه العبارات تعتبر من العبارات الملحقة بالمثنى لأنها لا تملك مفردا شأنها شأن المثنى وكذلك تشترك مع المثنى في لحق علامة الإعراب الخاصة بالمثنى بهذه المفردات كلا قلنا أنها لا تظهر عليها علامة إعراب المثنى إلا إذا كانت متصلة بضمير أبواني وهما الأب والأم والقمراني نتحدث عن الشمس والقمر دعونا ننجز هذا التطبيق في جدول للتوضيح أكثر كلا قلنا أن كلا لا تظهر عليها علامة إعراب المثنى إلا ما تتصلت بمثل هذا الضمير إذن سنسوغ جملة في حالة الرافع ثم أخرى في حالة النصب ثم أخرى في حالة الجر في حالة الرافع سأقول مثلا كلاهما كلاهما مذنب وهنا تلاحظون أن كلاهما في حالة رفع مبتدأ مذنب خبر وضع بعدها في حالة النصب سأقول أعطيت كلاهما جائزة أعطيت كلاهما جائزة وهنا تلاحظون أن كلمة كلاهما في حالة نصب ظهرت عليها علامة النصب وهي اليا باعتبارها مفعولا به في حالة الجر أقول مررت بكلاهما يوم أمس وهنا أتحدث عن شخصين طبعا إذن مررت بكلاهما كلاهما هي المثنى وسبقت بحرف جر وسبقت بحرف جر وبذلك تظهر عليها علامة إعراب المثنى وهي الياء في حالة جر باعتبارها مجرورا ويمكن أن يتحقق الجر من خلال الإضافة أو إذا سبقنا أو إذا وضعنا قبل الكلمة حرفا من حروف الجر الكلمة الثانية أبواني في حالة الرفع سأقول الأبواني الأبواني هبة من الله يجب المحافظة عليهما إذن الأبواني هي كلمة في المثنى وهنا تلاحظون أنها في حالة رفع وقد ظهرت عليها علامة رفع المثنى وهي الألف وذلك لأنها في موضع أو في موقع المبتدئين في حالة النصب الآن إن أبويك كريماني إذن تلاحظون أبويك هذه المثنى وهنا في حالة النصب لماذا؟ لأنها اسم إن واسم إن يكون منصوبا في حالة الجر لا يوجد في العالم كالأبوين نقاءا إذن الأبوين المثنى في حالة جر لأنها سبقت بحرف من حروف الجر الآن الكلمة الموالية وهي القمراني وقلنا أن القمراني نعني بهما الشمس والقمار إذن في حالة ماذا يمكن أن نقول يمضي عمر بن آدم كما يمضي القمراني إذن هنا القمراني الكلمة في المثنى وهي في حالة رفع وعلامة الرفع الألف وهي علامة المثنى وذلك لأنها في موقعي الفاعل في حالة النصب تأمل القمراني القمراني وسترى عجائب الله في خلقه إذن هنا القمراني مفعول به علامة إعرابه اليا باعتباره منصوبا الجملة الأخيرة وصل الإنسان بفضل العلم إلى القمرين وتلاحظون هنا القمرين في حالة جر وعلامة الجر هي الياء وهي علامة جر المثنى وذلك لأنها في موقع المجرور سبقت بحرف جر إلى أما الآن فنمر إلى النشاط الرابع النشاط الرابع ألف نموذج إعراب النموذج الأول حصل منظمة الحفل على تقدير الجمهور نبدأ حصل فعل ماض مبني على الفتح منظمة وهي مثنى منظم فاعل حصل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف وحذفت النون للإضافة الحفل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره على حرف جر تقدير اسم مجرور بعلا وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف الجمهور مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره النموذج الثاني بر الأبوين من أعظم الواجبات بر مبتلع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الأبوين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى من حرف جرد أعظم اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف الواجبات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مبتدأ بر الجزء باء أعرب ما تحته خط فيما يأتي المثال الأول قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين المثال الثاني كان الأسودان غالب طعام النبي صلى الله عليه وسلم المثال الثالث رأيت عربة يجرها جوادان قويان الجزء جيم أضبط بيت الشعر الآتي الشهم في الشدة لا يضجر وإن رأت عيناه ما يحذر أترك لكم أعزاء الطلاب إعداد هذين النشاطين ومدي بالإجابة لإصلاحها نمر إلى نشاط إضافي ندعم به المعارفة ونرسخ به المعلومات التطبيق الأول أميز المثنى في هذه الأمثلة معللا إجابتي عدنان الأبيضان زهرتين شبعان كلتا هما الكلمة الأولى عدنان هي اسم علم هل تدل على المثنى؟ لا لا تدل على المثنى وإنما هي اسم علم مفرد الأبيضان عندما نتحدث عن الأبيضان نتحدث عن الملح والسكر وعبارة الأبيضان لا تعتبر مثنى حقيقي وإنما هي ملحق بالمثنى نعم إذن سنعتبرها من المثنى زهرتين نتحدث عن زهرة وزهرة أخرى نعم إذن هي من المثنى شبعان شبعان إذن هي صفة ولا تدل على المثنى لأنه ليس لها مفرد من ضفظها وإنما هي صفة كلتا هما هي ملحق بالمثنى وتلاحظون أنه قد ظهرت عليها علامة إعراب المثنى وذلك لاتصالها بضميرا أو لأنها أضيفت إلى ضميرا وبذلك نتحدث عن المثنى التطبيق الثاني أستبدل الصورة بعبارات تدل على المثنى ثم أبين علامة إعرابها تلاحظون لدينا هذه الصورة وهي صورة لماذا؟ إذن ستكون الجملة عن النحو التالي الفراغ هنا ماذا سنقول؟ نعم هذا هو السمبلتان مثقلتان حبا إذن علامة إعراب مثنى السمبلة إذن السمبلتان ما هي علامة إعرابها؟ نعم هي الألف لماذا؟ لأنها في حالة ماذا؟ في حالة رفعا وحالة الرفع هنا لأنها مبتدأ أحسنت نمر الآن إلى الصورة أو الجملة الثانية استخرجت من لدينا صدفة وصدفة لؤلؤا فماذا سأقول؟ أحسنتم استخرجت من الصدفتين لؤلؤا وهنا علامة الإعراب الياء وهي علامة إعراب المثنى لأنها ماذا؟ لأنها في حالة ماذا؟ في حالة جر باعتبارها ماذا؟ مجرورا بمن؟ وهنا من حرف جر والصدفتين مجرور الجملة الثالثة أكل سالمو ولدينا صورة لماذا؟ لكرزتين نتحدث عن ثمرة الكرز إذن هنا أكل سالم ماذا؟ أحسنتم كرزتين أو أكل سالم الكرزتين ما هي علامة إعراب هذه العبارة؟ علامة الإعراب علامة الإعراب الياء لماذا؟ لأنها في حالة نصب أكل فعل سالم فاعل الكرزتين مفعولا به إذن الياء لأنها في حالة نصب مفعول به نمر إلى الجملة الأخيرة الإوزي مهاجران تلاحظون لدينا طائر وطائر آخر إذن ماذا سنقول هنا؟ نعم أحسنتم طائراني هكذا أم لا؟ نعم سنقول طائران لكن لاحظوا في الجملة ماذا يوجد لنا؟ طائر الإوزي لماذا؟ حذفنا هذه النونة التي كان من المفترض أن تكون هنا حذفناها لأن طائر الإوزي كونت مركبا بالإضافة أو تركيبا بالإضافة لذلك تحذف النون من المثنى إذا كان في حالة إضافة علامة الإعرابي بقيت ظاهرة وهي ماذا؟ وهي هذه الألف إذن ماذا سوف نقول هنا؟ نعم الألف لأنها ماذا؟ لأنها في حالة لأنها في حالة رفع أولا لأنها مبتدى ثانيا لأنها مضاف هكذا نصل إلى ختام هذا الدرس قبل ذلك أقدم لكم هذا الواجب المنزلي حرر فقرة في موضوع تختاره موظفا ثلاثة أسماء في المثنى وإسما ملحقا به موظحا الحالة الإعرابية لكل اسم منها ينجز هذا النشاط وتمدونني به من أجل إصلاحه أما الآن أعزائي الطلاب فأخذوا بيدكم إلى موقع من مواقع الأنترنت الذي فيه ما ينفعكم فيما يخص العبارات الملحقة بالمثنى وهذا الموقع هو معرفة.org تدخلون إلى قائمة المثنيات في اللغة العربية تجدون جداول كثيرة تتضمن ملحقات بالمثنى مع تفسيرها فمثلا المثنيات في الأعلام تجدون الأقرعان الأقرع ابن حابس وأخوه تجدون مثلا الشريفان المرتضى والرضي تجدون مثلا الحكيمان أبو تمام والمتنبي وتجدون مثلا الشيخان أبو بكر وعمر أو البخاري ومسلم وهكذا دوليك كما تجدون المثنيات كذلك في الأماكن أو في المواقع من قبيل الموصلان كالموصل والجزيرة الفوراتية بالعراق الحرماني الحرم المكي والحرم المدني البصرتاني البصرة والكوفة الحيرتاني الحيرة والكوفة وتجدون مثنيات في التضاريس كقولنا الرافداني دجلاء والفورات بالعراق أو الأخشبان جبل أبي قيس وجبل قعيق عان بالمملكة العربية السعودية وهكذا دوليك أو المثنيات في الأديان كقولنا الثقلان الإنس والجان أو الأذانان الأذان وإقامة الصلاة وهكذا دوليك من الأسماء الملحقة بالمثنى وتفسيرات أنصحكم كما قلت بالعودة إلى هذا الموقع والنظر فيه بتمعون وهكذا نصل إلى ختام هذا الدرس بالتوفيق والنجاح والسداد للجميع تحية لكم أنا الأستاذ أحمد الطيف من مدرسة عمر بن عبد العزيز بولاية المزيونة بحافظة ذفر إلى اللقاء